اكتشف خبراء البيئة في كومبوديا 106 بيضات لأنواع نادرة من التماسيح البرية مما يفتح آفاقا جديدة للحفاظ على سلالتها المهددة بالانقراض ووفقا لوكالة Associated Press أعلن مسؤولون يوم الخميس أن خبراء الحفاظ على البيئة في كومبوديا عثروا على 106 بيضات لنوع نادر من التماسيح السيامية في محمية طبيعية غربي البلاد وصف هذا الاكتشاف بأنه الأكبر خلال العقدين الماضيين وقد بعث هذا الاكتشاف الأمل في بقاء أحد أندر أنواع التماسيح في العالم وفي مايو عثر الخبراء على البيض في حديقة كاردموم الوطنية وبين 27 وال30 من يونيو تم تفريخ مجموع 60 بيضة بنجاح وفقا لبيان مشترك صادر عن وزارتي الزراعة والبيئة بدعم من مجموعة بيئية للحفاظ على الحيوانات والنباتات وأشار البيان إلى أن هذا الاكتشاف يدل على أن المنطقة تشكل موطنا رئيسيا للتماسيح البرية مما يعطي الأمل في تعافي هذه الأنواع كانت التماسيح السيامية منتشرة بشكل واسع في جنوب شرق آسيا ولكنها الآن مدرجة ضمن الأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وقد انقرضت تقريبا بحلول تسعينيات القرن العشرين نتيجة للصيد الجائر وتدمير الموائل والتهجين مع أنواع أخرى من التماسيح وأكد وزير البيئة الكمبودي يانكسو فاليث أن وزارته تعمل بجد للحفاظ على هذه التماسيح السيامية المهددة بالانقراض وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية موسيقى